السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الماضي تكلمنا والدرسين الماضيين تكلمنا عن ريفس تكلمنا عن في هذا الدرس القصير ان شاء الله راح نتكلم عن كومبيوتر طبعا ما راح نتكلم بشكل يعني في اسهاب لنحن نتكلمنا عن كومبيوتر في البداية في بداية هذه الدورة في النسخة الثانية فالفكرة مشابهة لكن هنا الطريقة مختلفة في فنفترض على سبيل المثال معي درجة الحرارة اللي هي المئوية وانا اريد احولها الى الفهرنهايتية ممكن نكتب اللي هو Celsius to degree فهرنهايتس مثلا يعطينا المعادلة اللي هي طبعا نقسم على او نضرب عشان نحولها الى أو كمثال يعني نستخدم لما نطبع مثلا يكون فيكن تحويل الى الفهرنهايت باستخدام فنحن نعمل هنا فيل جديد او لكن راح نعمل بس فرضا ان هو يكون راح نغير المودل بعد قليل الى طبعا بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا فيها راح امسح الفورم هنا ما نحتاج الفورم ايضا استخدمت هنا الفورم من الدرس الماضي راح امسح الفورم هنا نعمل نتأكد انه ما عندنا اي مشكلة بدون اي مشكلة حين معي هذا الفيلد انه هو التحويل المفروض يحول الى فيهرنهايت فنستخدم كومبيوتد فكرة كومبيوتد فراح نعمل مثلا هنا نفس الطريقة ننشئ كومبيوتد مثلا ونفس الفكرة راح يعمل لي طبعا هنا ما احتاجها الان ما استخدم فراح يعمل فكل شيء نستخدمه راح نعمل فالكومبيوتد بهذا الطريقة بعد ذلك راح يكون فيها فنفترض انه نعمل الريتين فقط مثلا خمسين قبل لا نعمل المعادلة وهنا راح نعمل طبعا لا ننسى نعملها في الريتين ثم نعملها مثلا هنا في البي موديل راح نربطها مع الكمبيوتد بروبرتيز فهذا الطريقة فقط ترجع لنا رقم حاليا ونعمل الان نرجع للموقع راح نعمل طبعا ما عند اي مشكلة هنا الاحنا لاحظ ان الرقم ثلاثين لو راحنا فقط نشوف فهنا معي هي عبارة عن مثل ما شايفين هنا بين هو ثلاثين الانفاقات هي العملية اللي تكلمنا عنها ممكن هنا نعمل الانهاء عشان ندخل هذا الرقم ما نزل نعمل دوت فالي دايمان هنضرب في ناين اوفر فايف مثل ما شايف ناين اوفر فايف اعتقد ناين اوفر فايف هادة الطريقة بلاس نجمع مع شوف اذا كان نتيجة صحيحة مثلا لو كان هنا مثلا نستخدم اللي في الجوجل عشان نتأكد لو استخدم مثلا عشرين راح يكون عمل لو كان هنا فالكالكوليشن معي صحيح فهذا هو باختصار طبعا ممكن تتكلمنا عن موضوع اللي في الدرس الماضي اللي هو عبارة عن الست وال ولكن باختصار شديد لحنا نضيف نعمل ثم نقوم بإنشاء كانها ثم نعمل لأي قيمة نحنا نحتاجها نعدل فيها مثلا على سبيل المثال لو كان عندها نص ونريدها ابر تيكست او اي معادلة معينة ممكن نعملها رتين ولازم نعمل رتين طبعا هنا في دايما نستخدم ثم نربطها بشكل عادي مثل النسخة الثانية شكرا لمتابعة نلتقي ان شاء الله في درس اخر